صديقي مشاهد الاقتصاد والناس طبعا أولا أهلا بحضرتك في حالة جديدة من البرنامج ثانيا هي موضوع حالتنا النهاردة يعني قد نكون قد تطرخنا لي من قبله لكن هو موضوع دوري وبيحصل ألا وهو التصنيف الاعتماني وفي مؤسسات عالمية مسؤولة عن إصدار التصنيف الاعتماني للدول بعينها ومؤخرا صدر من مؤسسة فتش العالمية تقرير عن التصنيف الاعتماني المصري والحمد لله طبعا بعد لا يخفى سرا على أحد طبعا أن العالم كله بيمر بعد الكورونا بأزمات مختلفة ومنها أزمات سياسية ومنها أزمات في سلاسل الإمداد ولكن حتى الآن نظرة مؤسسة فتش للاقتصاد المصري أنه مستقر حول هذا الموضوع صديقي المشاهد وحول أهمية التصنيفات الاعتمانية للتصدر كل فترة هيدور حوارنا النهاردة نطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلايتنا ونرجع نبدأ للقاء في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تدعيات الجائحة مع ما أعقبها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن وزيادة في العسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية والسلع غير الأساسية أيضا على نحو تضعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية أبقت مؤسسة فتش العالمية التصنيف الاقتماني بمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة على التوالي وهذه ليست الإشهادة الوحيدة لمصر خلال هذه الفترة ولكن كان لمؤسسات عالمية أخرى شهادات بشأن الاقتصاد المصري وهي جيدة لمصر في هذا الوقت بما يترتب عليها من تشجيع للاستثمارات وكانت سجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 ليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية كما أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية دفع المؤسسات الدولية على تجديد ثقتها في الاقتصاد المصري تمام رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا نهاردة ويعني كعدتوا الحقيقة منورنا ومشرفنا في ستوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس إحدى المراكز للدراسات والأبحاث الاقتصادية أهلا بحاجة أهلا بسعاد تقاري المشاهدين في كل مكان قبل ما نخش في التصنيف الاقتماني لمصر إيه هو أصلاً يعني إيه تصنيف اقتماني مبدئياً التصنيف الاقتماني هو عشان بس بالمشاهد التابع معنا وعندنا ثلاثة وكالات على مستوى العالم بتقييس التصنيف الاقتماني للحكومات والدول على مستوى العالم كويس ثلاثة وكالات على مستوى العالم فقط لغير بيقيسوا مدى قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات التعليق بالديون بتاعتها يعني هي ليه علاقة بالديون فقط الديون وقدرة وقوة الاقتصاد بتاع هذه الدول ازاي بقى يعني ازاي بيقدروا يقوموا هل في دلالات هل في مؤشرات طبعا هالمؤشرات كلها متعلقة بالاقتصاد الكل ماذا حجم الانفاق ماذا حجم الاقتصاد الكل حجم الناتج المحلي نسبة العجز الموزن العام للدولة حجم الدين الى حقيقة اجمال الناتج المحلي كل هذه كلها مؤشرات بينظر وماذا قدرة وتنوع الاقتصاد بكل قطاعاته ومرونته لتلقي الصدمات والاحديث هل عنده مرونة ولا ما عندهوش هل متنوع ولا مش متنوع هل عنده اصلاحات فعلية ولا ما عندهوش هل القدرة هذا الاقتصاد تمكنه من الاستدانة والاستداد ولا لا هل قدرته وتنوعه جذب مزيد من السمارات ولا لا هل عنده قدرة عنده جذب الاستثمارات دي في المجالات المحددة ولا كل المجالات هل الدوات الدين بالنسبة له تقبل على الموستات العالمية ولا لا هل هو لديه حجم التجارة الخارجية بينه وبين كل دول العالم شكلها عامل ازاي كل ده بالمنظور ده بتقدر تحدد قدرة الدولة او الحكومات من قدرتها بالتصنيف الاقتماني بتخاص بي اوكي تمام وهما تلت تلت مؤسسات زي ما حاك قول بالضبط وهما فيتش ومورجن ستانلي وستاندرد انبورس وستاندرد انبورس وستاندرد انبورس هما تلاتة العالمية والحكومات في المركزية في العالم اجمع بهزي اوكي اصبح يعني متفق عليه ضمن متفق عليه رسميا وضمنيا ان هي هزي المؤسسات هي التي تعطي شهادة بالتصنيف الاقتماني للدول حلو اوه هل بيحصل تفاوت ما بينهم ولو حصل ليه التفاوت يعتمد على قراءة المشهد يعني قراءة المشهد بكل اللي انه هو الخبراء اللي موجودين في فيتش ومش هما الموجودين في ستاندرد انبورس صحيح مش هما الموجودين في مورجن ستاني كل مؤسسة لها فريم الخبراء ده فريم بيعتمد على المشهد ده هاعتمده واقوله نوع جيد فريم تاني يتحفظ فريم تالت يقول والله انا بينه بين التلاتة اجمعوا ان الاقتصاد المصري او التصنيف التمالي لمصر عندي بي بي موجب بنظرة مستقبلية مستقرة ده احنا بقلنا فترة على هزا الحال قبل جائحة كورونا اوكي والاقتصاد المصري لديه النظرة المستقبلية المستقرة خلينا بس عشان هو يعنيه نظرة المستقبلية المستقرة اوكي هو دراجات التصنيف التمالي اي 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 بي بي سي 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 مينس و بلس و مينس و بلس اوكي فهذا دراجات التصنيف اللي تجعله اي بي سي اي بي سي مصر لديها التصنيف يعني جيد مش مبتازقة مد어지ة ام لديها القدر على نظرة المستقبلية المستقرة يعنيرب على المستقبل البعيد لا في استقرار الاوضاع الاقصاد المستقرة لديها القدر على به BECA التزامات لديها المرونة ده بيubeейчас من المستثمرين يعني هو أهمية التصنيف اليمن ايه 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 التصنيف الكلا أهم ضغط ان الموس Norwegian انا هاترح سنادات ده بليوان م manually النهاردة وستاتف بطول التصنيف في تمنى مصر اشكل عمل ازاي ده انا عندي مستثمرين جايين استثمروا في مصر تصنيف اثمان في مصر عامل ازاي عندي حجم اتجارة بين بين مصر وبين كل الدول العالم تصنيف اثمان شكل عامل ازاي كل ده يкуюثر في قرارات اللي عايز تعمل معاك سواء كانت شراكة او استثمر او استثمر اوكي سواء او حتى الاستثمر مباشر مش حتى الاستثمار مباشر. مش بس الغير مباشر. ما هو انت النهاردة لو سعى عندك الاستثمار في ادوات الدين. لو الوضع بتاعك مش مشتقر او التصنيف الاستثمار بتاعك مش مشتقر. مش هيقبل عليها صحيح. يعني منطق. صحيح. فالنهاردة التصنيف الاستثماري اهل المهمة اول. كل الوكالات اللي عاوزة تستثمر وتشتغل في مصر. اوك. النهاردة مصر داي فرص استثمارية وعيدة. عاوزة ان الحكومة النهاردة المفترض ان في برنامج بكرة او غدا يوم الحد عشان تطرح الرؤية الاقتصادية كمانة. صحيح. علشان تقدر اه تستعرض الفرص الاستثمارية وكيفية مواجهة الازمة العالمية اللي خلفتها الحرب الروسية. ما بين روسيا واوكرا. تاني. النهاردة دا طرح اه برضو كل الناس بتنظر مصر فين. اه قوة الاقتصاد المصري فين. اللي هو التصنيف الوتيماني ثبت ليه براجم ان احنا عندنا جاءهة فيروس كورونا. احدثت ارباك في كل الاقتصادات العالم. صحيح. اه حصل معدلات نموه بالسالف. حصل انكماش الاقتصادات الكبيرة في اللي حول العالم. صحيح. وعمل مكتسبات. اعطى مكتسبات لصالح الاقتصاد المصري بناء على هذا الاصلاح. ممكنوا ان يكون له لديه قدر والمرونة لمواجهة الازمات. ازمة زي كورونا عصفت الاقتصادات حول العالم. صحيح. قللت تصنيف الوتيماني لدول كثيرة حول العالم. قللت معدل النموه. حصل انكماش في دول كثيرة حول العالم. صحيح. مصر لديها معدل نموه موجب. ومصر لديها تثبيت للتصنيف الوتيماني. ده معنى ايه؟ معنى ان الخطوات الاصلاحية الاستباقية اللي كان الناس بتقول. وانا ليه عاملنا اصلاح الاقتصاد. صحيح. وليه عاملنا اصلاح مالي. وليه هعمل كل ده. احنا عاوزين واحد. عاوزين شغل. عاوزين وظائف. عاوزين تشغيل. برغم الوظائف. برغم فيه تشغيل. ونص البطالة. في زل جائحة فيروس كورونا. لم تتجاوز 7.5 في مينة. معقولة جدا. والتضخم برضو كان. تضخم كان الاربعة ونص وخمسة في مينة. صحيح. ده بسبب اجراءات الاصلاح الاقتصادي قبل الكورونا. قبل الكورونا. فالاقتصلاح مكن. حجم الناتج المحلي جمالي. مم. قوة الاقتصاد. مم. قدرته. اه كل دي تبقص العالم بناء على حجم الناتج المحلي. اوكي. حتى لو فيه عجز في الموازنة يعني ما هو فيه. احنا عندنا عجزة مزمن. الحقيقة. هل ده بيتبصله برضو ولا؟ طبعا عنده النهار ده نخفض معدل عجز في موازنة عشرين اتنين وعشرين. عشرين تلاتة وعشرين. مم. لستة اتنين من عشر. كويس. فده يديك نقاط قوة عند التصليف. ايجابية. وتحقيق فائد اول. قدرته اتنين في المينة. كويس. وده كويس كده. فبردو كل ديت معشرات جيدة. مم. يعني فيه برضو حجم الناتج المحلي بنديد الدين بنسبة الناتج المحلي. مم. يعني مفترض ان قبل نهاية تلاتين ستة تلاتة وعشرين. مم. يصبح تسين في المينة تقريبا. ما دولنا تسين في المينة. كويس معقول جدا. طب. هي. فده كل المشارات بينظر لها العالم اجمع. اوكي. المؤسات الدولية اللي المهتمين بالشأن. ومهتمين بالاستثمار. والمهتمين بحارة التجارة عالميا. اه بينظر لقول ده. طب. كل ده يدلل على قوة الاقتصاد المصري. هو ده اللي ماكن الاقتصاد المصري من وقوف ارسابات امام جائحة فيروس كورونا. بس العالم كله تأثر. يعني لو بنتكلم على من اه من اه من اه اول عشرين. اول عشرين لغاية نص واحد وعشرين. العالم كله طبعا تأثر تأثر شديد جدا جدا وحركة التجارة العالمية تأثرت. فمصر بالتالي ما هي جزء من العالم. فهل تأثرها اه هيستمر الفترة طويلة ولا صعب. لو احنا بنشوف العالم النهاردة وإيه اللي حصل في العالم. وكان ارفه في المحلات الموجودة على كبرى دول العالم. كان خوي. عندك النهاردة اقل كوشك فقال الحارة ولا فقال ناجع. كل السلع موجودة ومتاح. ليه. اللي عشان كان عندنا اعتياطة اكتر يفوق خمس ستة شور موجود. صحيح. ليه. عشان مصر اللي هي القدرة التامة للتعامل معه والقرار اللي اتخذ السيد الرئيس. بتقسيس مبلغ 200 مليار جنيه للتخفيف والحد من هذه الازمة. اعتقد كل اخذ قرارات ايجابية تصب في صالح قدرة الاقتصاد على احتواء الازمة. هل احنا اقتصاد مرن يا فمي. يعني هل بنعتبر دوليا ان احنا مصر دولة اقتصادها مرن. يقدر يعدي الازمات وينهض مرة اخرى بشكل طبيعي. ايه. لا لا اخوة. لان اقدر اقول لحضرتك ولا حضرتك تقدر اقول اقتصاد مرن. اقتصاد المرن هو الذي يتسم ويتصف بالمرونة الكاملة امام الازمات. هل اقتصاد مصر قدر لديه المرونة الكاملة امام ازم جاعة فيروس كورونا اللي جابه نعم. اه. كل العالم شهاد وقال لحضرتك. نعم. يبقى هو اقتصاد لديه القدرة والمرونة الكاملة لتجاوز اي ازمة. يعني ايه مرونة في الاقتصاد ده. يعني هل ده يبقى اي تنوع في مصادر الدخل ولا يعني ايه اقتصاد مرن اصلا. هو الاقتصاد مش ايه بمرن نقدم هو عنده القدرة على المرونة. اه القدرة على المرونة. الهردة الصدمة المتبه موجودة. اه. اه. لو ما اصنناها الشخص. اه. الشخص تقبلها اه 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 اصار ايجابية اه او اصار سلبية. تمام. انتهى الحوال انما عنده ادر ان اتحمل الصدمة وادر ان هو يقاوم ويعاد مرة ثانية ويحدث لديه نهوض ونمو معدلات نمو ايجابية الاقتصاد الغير مارين هو الاقتصاد الهاش اللي هو يتعرض للازمة وينكسر يعني المرونة لو خدناها بالزبط معي انا جات في دماء كده يعني انه الازمة يعني انكسر يعني ليس لديه القدرة على اقصاص الازمات او الاحداث وبالتالي حدث لديه شرق ما يدرش يقوم في دول حصل فيها كده خلال السنة اللي فيه دول كثيرة لم تستفيق الى الان من جاعة فيروس كرون احنا النهاردة عندنا السين حصل فيها اغلاق او صحيح يعني ايه مصنع العالم وهو تاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم صحيح صحيح فالنهاردة ده اهات نعم امريكا اقتصاد الاكبر اقتصاد على مستوى العالم حجم الدين وصل فيه عالي جدا طبعا 28.5 تريليون هنقولها بالارقام ولو احنا شوفنا حجم الناتج المحل الاجمالي اللامنية تجاوز ال 20.5 تريليون دولار بقى عندهم ازمة يعني ده من الكورونا ولا من الحرب اللي ده لا من الكورونا قبل الحرب يعني الكورونا عملت الازمة وهو اكبر اقتصاد على مستوى العالم صحيح صحيح ملاحش علاقة بقوة الاقتصاد وضعفه بقى ملاحش علاقة اوكي اه عشان مستوى الناس تبقى تساعدوا ليه حجم الدين كبير او فرنسا مم برضو نفسه حجم الدين تجاوز اكتر من 110% من اجمال حجم الناتج محل الاجمال مم برضو يعني المانيا النهاردة بتعاني من ازمة التضخم بناء على الحرب الروسية الاوكرانية المانيا اللي هي يعني خمس سادس قوة اقتصادية على مستوى العالم تعاني اه تعاني امريكا النهاردة التضخم فيها ارتفع للمستويات غير مسبوقة يعني ترجع الاربعين العام مضط الامنية تحدث فيها مثل هذا الخلل الموجود سعر البنزين النهاردة في امريكا اغلى من اي دولة الثانية في العالم هل متوقع انه مصر هتبتدي تشهد مشاكل زي دي ولا بالوضع الحالي زي ما هيكتر يعني المؤشرات بتقول ايه بقى المؤشرات بتعطي الايجابية لصالح الاقتصاد المصري كويس يعني دي المؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية بتقول الوضع الاقتصادي في مصر جايد هو بيطلع كل قد ايه للتصنيف الاقتناء والله كل ثلاث شهور كل اربع شهور يعني كل فترة من هذين المؤسسات بتعمل عادة تصنيف لكل دول يعني بعد الاحداث العالمية الساخنة المتاجين يعني عندما عندها كورونا احداثة عمل تصنيف التيميل لكل دول العالم هو يفترض طبقا الدوريات الشهرية او روبا سانوهية بالنسبة لهذه المؤسسات التصنيف بتقدر تصنيفاتها المتعلقة بكل دول العالم بشكل دوري بشكل دوري مالهاش وقت محدد انما في حالة ازمات ازمات بتعمل تقرير استثنائي اضافي للتقارير الدورية الصدرة عن التصنيف لكل دول العالم وبناء عليها فالنهاردة لما بيحدث هذا الإيجابية في هذا التصنيف ابو العدن مصري مستقر امن في استقرار لما الاقي النهاردة الحجم البنية التحتية الهائلة اللي تمت استحداثها في مصر لما بلاقي حياة كريمة النهاردة اللي موجود وبيحدث اعادة الامل مرة ثانية لأكثر من ستين مليون مواطن مصري في كل ربوع مصر لما بشوف المجامعات الصناعية بعادة انتشارها مرة ثانية كل محافظة تبقى للطبيعة اللي موجودة وتبقى للقليات اللي موجودة موضوع سلفا لما بشوف المناطق الصناعية اللي موجودة النهاردة لما بشوف المنطقة الاقتصادية في شرق بور سعيد ومحور قناة السويس كريدية مناطق الصناعية واحدة قادرة على احداث مزيد من زيادة الانتاج توطين صناعات جديدة تشغيل ايدة عاملة زيادة حجم النتج المحلي توفير السلعة والخدمات لكل المواطنين في مصر بالاضافة يقول لده الاقتصاد المصري او الدولة المصرية مزيد من الفرص التصديرية الوعيدة وخصوصا ان مصر هي بوابة افريقيا افريقيا بتستورد كل سنة لا يقل عن 2 تليون دولار سنوية من كل دول العالم من كل دول العالم نصيف مصر حجم التبادل التجاري في مصر وكل الدول الافريقية لم يتجوز الخمس ستة مليار دولار على الرغم من انه فيه اتفائيات في الدول الافريقية وفيه 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 طب ليه ايه السبب يا فنو هل ده سوء انتاج ولا سوء يعني ضعف انتاج او قلة انتاج مصري ولا سوء ترويج للبضائع المصري هو يلابد من احداث التوازن لابد من راية المشهد بشكل افضل وعلى وزارة التجارة والصناعة ان تحدث او كل ديها رؤية وضعها بحجم هذه السلع والمنتاجات وهما يتم انتاجه في مصر وهما يتم انتاجه في مصر طب اللي بيتم انتاجه ده ازاي ان انا ازود حجم هذا الانتاج هو كل ده بالمشاركة مع القطاع الخاص وازاي ده انا اوجه القطاع الخاص انه ينتج معي النهاردة فيه دعوة السيد الرئيس للقطاع الخاص مشاركة في احداث التنمية المستدامة وفي مزيد من الانتاج ومشاركته بناء على البنية التحتية اللي هائلة اللي تم استحداثها خلال فترة الماضية ومشاركته في كل ما يجري على ارض مصر النهاردة لما ده بيتم النهاردة حجم الانتاج خمسة تليليون طيب بيكافي السول محلي طيب السول بيستوعب بكام قادر السول الافريقية استوعب عشرين تليليون طيب ايه المعاوقات اللي تعيق المصانع لزيادة حجم الانتاج صحيح هل معاوقات مالية يبدو اواجه البنوك لتوفير السيولة المالية لازم هل معاوقات بيروقراطية او لوجستيكل ايبا لازم ان انا عندي فريق متكامل متخصص في هذا الشق ازاي ندير هذا الازمة عندي تسويق مش جيد عندي مفيش تفاوض مع الدول لانها استوعب معايا هذين المنتجات المصرية يبقى لابد من عندي فريق تفاوضي مهمته هو ازاي ان انا اصل بهذه المنتجات وعمل تفاوض ان انا ارفع معايا سقف هذا الانتاج وسائف هذا التصديق يعني ده مش على قطاع الاعمال او يعني قطاع الاعمال الخاصة اللي حياتك بيقوله ده ده يعني جزء لا يتجزأ من وظيفة الحكومة نفسها يعني كل المصنع يشوف نفسها انا احط رؤية انا كده انا كحكومة لابد منوضع رؤية رؤية في قطاع الصناعة ازاي ان اصل بقطاع الصناعة النهاردة لمية مليار دولار صدرات او لمتين مليار دولار صدرات اصل بها ازاي هل ده رقم واقعي والله يمكن يباوقعي واكتر واهل من الواقع بناء على ايه بناء على ان انا لابد من دراسة الموقف او الامكانات المتاحة بالنسبة لي ايه ايه اللي موجود عندي وهي استيلة النهاردة ان انا عشان اكمل الجزء الاولاني لما كملنا صدر لافريقيا جزء الصدر وجزء الثاني ان انا ما عنديش انتاج له طب ايه السلع اللي انا بالمصر بتستورته ووضع بدائل لهذه السلع اللي تم استراضها بدائل ودي حوافز لكل المصنعين سوى محليين او جانب عشان اوطن هذه الصناعة داخل مصر واعمل انتاج يفي باعتياجات سو المحلي صحيح النهاردة احنا مطالبين اه محكمة مطالبة بدا وضع رؤية وضع حلول عملية النهاردة حجم الناتج المحلي سبعة واحد من عشرة طيب كل انتاج محلي او كل استلاك محلي طيب انا عاوز اصدر مئة مليار دولار مئة مليار دولار بنتكلم في 18 جنيه للدولار اعتقد هنا اصل ما يفوقت كام تريد صحيح طيب هل ده عنده قدرة لزيادة حجم الناتج ده طيب ما عنديش يبقى عنده استثمارات طيب ما هي الشغل على البنية الاساسية والطرق والكبيرية ده كل ده عشان اجزب استثمارات عشان اجزب استثمارات ووضع استثمارات بنك جولدن منسكس قلب والله البنية التحتية اللي مصر استعدى صدرة خلال فترة الماضية تؤهل مصر ان تكون مجدمن افضل عشرة اقتصادات على مستوى العالم حلو اوي وهو ده شهادة صدرة مؤسسة دولية طبعا ليه الانتاج هو الشغل والسادة رأس في كل لقاته العمل ثم العمل ثم العمل طيب نعمل ايه ان ننتج نشوف لازم وزارة التجارة نقول لي وزارة التجارة والصناعة لانها تبنت ان تصل بالصدرات المصرية لمية مليار انا عاوز مش عاوز بعد سنة واثنين انا عاوز شهر جاي ليه انا الظروف العالمية حولين مني تستدعي ان انا لازم ابدأ انفداو فورا هو ايه المعاوقات اللي موجودة وهي حجم النتج المحلي هل يفي ولا ما يفيش هل الاول قسطور المحلي قادر ان انا اغطيه من كل احتياجات من السلع هل قدرت ان انا اشجع المستثمرين واشجع سواء المحليين او الجانب لزيادة استثماراتهم في صناعات اللي انا بستوردها لسة اه ليش احنا انتهي دكتور خالد ولكن سؤال اخير هل احنا بسبب برضو الازمات العالمية الموجودة سيلسل الامتاد نفسها اتغيرت والخريطة الاقتصادية العالمية كلها اتغيرت هل مصر قادرة على استعاب التغيير ده في سيلسل الامتاد مصر قادرة على استيعاب كل هذه المتغيرات وقدرة على أهداس الفارق وسوف يشهد العالم نقلة نوعية وحضرية خلال الفترات القادمة بناء على توجهات السيد الرئيس خلال الفتر القادمة للحكومة أن تلبي طموح كل المصريين في ذلك وضع رؤية متكاملة إزاي أن مصر تقدر تعتمد على قدراتها وإمكانياتها وما لديها من إمكانيات وقدرات تفوق دول كثيرة حول العالم تستطيع من خلال ذلك أن تفي بإحتياجتها أن تعمل على زيادة الصادرات المصرية وتكون في كل الأسواق سواء الأفريقية أو العربية اللي تقدر تستوعب مش 100 مليار دولار لا أكتر 100 تلليون و2 تلليون يعني الإمكانيات موجودة وكل الدعم موجود لكل المستثمرين ينقص وضع إطار في زل رؤية متكاملة باستغلال الذي أحدثه السيد الرئيس من بنية تحتية هائلة وجبارة العالم يتحدث عن هذه البنية كيف تستفيد الدولة المصرية من هذه البنية التحتية كيف تستطيع الحكومة المصرية أن تضع رؤية متكاملة لاستخدام أو استغلال البنية التحتية التي أحدثها السيد الرئيس في كل مصر لأحداث الفارق لعمل على زيادة حجم ناتج المحل الجمالي نتكلم على 7 تلليون جنيه مصري حجم الناتج المحلي نتكلم على 7 تلليون دولار حجم الناتج المحلي مصر قادر على ذلك بما لديها من إمكانيات وقدرات هائلة مواد خام موجودة في كل محافظات مصر ينقص ذلك هو الرؤية الواضحة مرسي يا دكتور خالد ما ليش تعبنا حضرتك معنا شرفت بحضرتك ولكن يعني قعدته أستاذنا الأستاذ الدكتور خالد الشفعي يعني يتكلم بمنطقة الأمانة والوضوح حول يعني يجب أن يكون هناك رؤية شاملة للاقتصاد المصري بشكل عام عشان مازال العالم كله بيعاني الحياة اقتصادياً بعد أزمة كورونا وبعد الأزمات العالمية المتتالية وزي ما الدكتور خالد كان بيتكلم أن مصر لديها الإمكانيات والقدرات أنها تصبح واحدة من أهم اقتصاديات العالم ولكن في حاجة مسة إلى وجود رؤية متكاملة مشكورة شكراً جزيلاً للغاية أستاذنا الأستاذ الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس إحدى المراكز للدراسات والأبحاث الاقتصادية شكرك صديقي المشاهد وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس